بصوا جماعة لشان انا عارف انك لازم هتسألني تقولي هو نتج المحلي الاجمالي او نتج القومي الاجمالي ده اجمال كل ما ينتجه مجموع الافراد او القوة العاملة المصرية الليبر فورس المصري في الاقتصاد يعني مرتب ومرتبك ومرتبتنا اجمالي صدرتنا اجمالي انتاجنا يساوي الناتج المحلي الاجمالي او بعبارة اخرى الناتج القومي الاجمالي طيب يعني ايه لما يزيد ده مؤشر محترم او مؤشر للتعافي لانه ده معناه حاجتين الحاجة الاولى هي انه حجم انتاجنا بيزيد وبالتالي ارادي بيزيد خلاص كده بس ده حجم الانتاج بتاعي بيزيد طيب معنى ان حجم انتاجي يزيد ده معناه حاجتين يا اما انا انتاجيتي بتاعلى يا اما او هم تلات حاجات يا انتاجيتي بتاعلى يا اما عدد الناس اللي بتخش في سوق العمل بتزيد وده معناه تقليل لمعدل البطالة يا اما الحاجتين مع بعض الانتاجية بتزيد اللي هي معدل انتاجية الفرد زائد انه عدد المنضمين للقوة العاملة المصرية الايد العاملة المصرية عملة بتزيد لو حصل الحاجتين مع بعض ساعتها يبقى ده اروع سيناريو ممكن انتاجية الفرد زيادة وبالتالي مساهمته في الناتج القومي الاجمالي زيادة طيب نضيف على ده انه معدل البطالة يقل فده معناه انه فرص التشغيل اعلى ده هنا بالنسبة لنا الجنة يعني ومش بعيدة لانه خلال العشر سنين اللي فاتوا لا احد على الاطلاق يستطيع انكار ان مصر حققت ارقام مزهلة في تقليل معدل البطالة ارقام تكاد تكون مخيفة بالنسبة للبعض اللي مش رايد لك خير وتكون كانت حالمة للبعض اللي نفسه انك تقف على رجليك وتبقى زي الفول بس يقول لك يا جماعة عشان توصل المعدل ده ده معدل الحالمين احنا وصلنا لهذا الرقم معدل الحالمين يعني انت قلت احنا يا جماعة كنا معدلات البطالة عندنا وحشة قوي لما تقل عن العشرة في المية والتسعة في المية والتمانية في المية وبتلعب دلوقتي على ما بين السبعة والتمانية وانا اعتقد انه بالاستثمارات الاجنبية المباشرة اللي داخل اذا كانت استثمارات عربية او استثمارات غير عربية يعني من اوروبا او من اي جهة اخرى فده بيفتح لك فرص تشغيل اوسع وبالتالي يعمل لك ايه يزود لك النتج القومي الاجمالي بتاعك اكتر وبالتالي لانه بيدي لي فرص عمل يبقى للي معدل البطالة ده مؤشر يكاد يكون شديد الاهمية من ناحية تانية كلمة اكبر اقتصادات العالم اكبر اكبر حاجة واقوى حاجة اكبر اقتصادات العالم هي ده النتج القومي الاجمالي اقوى هي قدرة الاقتصاد على موجهة اي موجات وازمات وحروب ومش عارف ايه فيقدر يواجه وقدرته على الثبات وقدرته على التعافي ما بعد الازمة طب هل انا بعرف اتعافي بعد الازمة اه طبعا لكن عندي ازمة كبيرة طويلة ومريت بحرب طويلة جدا على الارهاب ومريت بهروب الاستثمارات الاجنبية ومريت بحاجات كتير وبدأت ان انا اشتغل فبدأت استعيد شوية جزء من عافيتي طيب تيجي بعد كده الكورونا فتسبب مشكلة وبالرغم من ذلك انا في وقت الكورونا تقريبا عملت معدل نمو اقتصادي حوالي 3 و 6 من 10 ده كان معدل اثار اعجاب العالم وحفيزة من لا يريده لك خيرا دي حاجة طيب ابدأ اتعافي بعد الكورونا بدأت بالفعل اعمل تعافي وابدأ احصالي شكل من اشكال الانتعاشة وابدأ اقف على رجلي حصلت الازمة الروسية الاوكرانية او الاوكرانية الروسية شوف انت بتسميها ازاي خلاص طيب دي ازمة ضحضحة العالم اقتصادي ثم بدأت بعد ذلك قال لك ييش خد بالك بس ora عايز افكرك بكلام الاخوان وكلام بعضهم يعني الاخوان وبعضهم دي ناس تانية مش اخوان فالإخوان وبعضهم اللي هم الناس تنميش الإخوان قال لك خلاص كده والاقصاد المصر راح ومصر على شفها الإفلاس أنتم سوف تذهبون إلى البنوك فلن تجدون أي أموال وصوف تضيع عليكم المندخرات قل لي وقع وحده لا ده أنا عايز أزدك من الشعر بيت ده قال لك الدولار هيبقى 100 جنيه حلو مصر قدرت بمنتهى البراغة وبأمر ربنا سبحانه وتعالى تجذب استثمارات زي استثمارات رأس الحكمة ده على سبيل المثال الحصر وتبدأ رحل التعافي الاقتصاد المصري ورحل التعافي العملة المصرية وأصبح لدينا بدل المؤشر 2.3.4 على هذا التعافي لهذا السبب 32 تريليون جنيه لـ 2029 ليس مؤشرا حالما بعيدا هو قابل جدا دوبل ينفع يتعمل زي ما بدأه طيب ترجمة نانسي قنقر